صباح الخير كل عام أنتم بخير وإن شاء الله بتكون عام 2024 سنة خير على الجميع لكن بداية قبل مرخوض في تفاصيل النشرة للأيام القادمة نستعرض أهم الأحداث المناخية التي أثرت على المملكة خلال عام 2023 من حيث الهطول سجلت محطة رصد جوي رأس منيف أعلى سماكة للهطول الثلجي وبلغت 15 سنتمتر خلال فترة ما بين 6 إلى 8 شباط 20-23 ومن حيث هطول الأمطار أيضا سجلت محطة رأس جوي رأس منيف أعلى هطول مطري بتاريخ 19-11 20-23 وبلغت 114 وستة بالعشرة مليمتر وهو الأعلى في السجل لها المناخي لنفس الشهر ومن حيث موجات الحر تعرضت المملكة لموجتي حر كانت الأولى خلال فترة ما بين 12 إلى 16 تموز سجلت فيها محطة رصد جوي دير علا أعلى درجة حرارة بلغت 44.5 درجة مئوية والموجة الثانية خلال فترة 12 إلى 24 أبوة هي الأطول في السجل المناخي وبلغت 47.6 في محطة رصد جوي البقورة ومن حيث الأرقام القياسية سجلت بعض المحطات أرقام قياسية جديدة حيث كانت طبعا أهمها محطة رصد جوي مطار عمال المدني وبلغت أعلى درجة حرارة عظمى 43.7 درجة مئوية وكان ذلك بتاريخ 13.28 و23 وهو الأعلى في سجلها المناخي والذي يزيد عن مئة عام ومن حيث الظواهر الجوية تعرضت بعض المرتفعات الجنوبية إلى موجة صقيع استمرت لمدة 13 يوم وذلك خلال فترة ما بين 7 إلى 19 شباط أيضا أجزاء من الشمال العاصمة عمان سقطت فيها زخات من البرد تراوح قطرها ما بين 1 إلى 3 سنتيمتر وهي لم تسجل من قبل في السجل المناخي الأردني طبعا بالنسبة للحالة الجوية للأيام القادمة ما في حالة جوية قوية يرافقها أمطار لكن بشكل عام اليوم الثلاثاء هناك فرصة لهطول زخات خفيفة من أمطار في أجزاء محدودة من شمال وشرق المملك لفترات قصيرة طبعا اليوم العظمى في عمان حوالي تقريبا 14 والصغرى مع ساعة الليل حوالي 6 درجات ماءوية بشكل عام درجات الحرارة حول معدلاتها لمثلها بوقت من السنة طبيعة الحال الأجواء باردة نسبين إلى باردة في معظم المناطق تميل للدفئ في مناطق الأغوار بحر ميت والعقبة والأجواء باردة بوجه عام في ساعات الليل غدا للأربعاء أيضا تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة بشكل عام الأجواء لا يوجد تغير كبير على الأجواء هناك فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال المملكة الخميسة بشكل عام أجواء باردة جزئيا وأيضا الجمعة تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك أيضا يوم الجمعة فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية ودرجات الحرارة بشكل عام حول معدلاتها وأيضا مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله ما فيه تغير كبير على الأجواء بشكل عام باردة وغائم جزئيا وتميل الاستقرار مع منتصف الأسبوع القادم بإذن الله من حيث هطول الأمطار ذكرنا ما فيه وضعية جوية قوية وأيضا أكيد ما فيه حتى نهاية الأسبوع حتى تقريبا الأسبوع القادم ما فيه أي فرصة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات لكن نحن نعرف أنه نحن الآن في فصل الشتاء فترة المربع عنية الهواء الشديد للبرودة لسه الموسم مطول ما منستبع تشكل المخفضات يكون معها أمطار غزيرة وكذلك يكون معها تساقط زخات من الثلج وأمنياته للسلام الجميع إن شاء الله شكرا